بمثل حل مختلف الكرة المصرية ما جابتوش من فترة طويلة اللي هو اللي عايب خط النص اللي بيلعب بينه الخطوط اللي بيلعب برجل الشمال اللي بيوفر حل في أكتر من مركز يقدر يرميلك في الباكليفت يقدر يلعب خط نص خط نص في الملاكز كلها اللي تحت صناعة الألعاب غير أنه عنده تمريرات كويسة سواء قطرية أو في قلب الملعب فكنت شايف أنه يعني عنصر جيد بس قدر الله ما شاء فعال يمكن يكون ده بديل أنه هو لقدر الله يتحرق بدري تحصل غلطة لقدر الله ينزل في وقت مش وقته يعني يمكن كانت البطولة دي آه فهو برهن في كاس العامل لأنه يقدر يلعب تحت الضغط الكبير صحيح بس ممكن بطولات زي دي يعني ربا ضرات النفع زي ما بيتقال ياخد استشفى كويس إصابة الأربطة دي كان حتى من معسكرة منتخب ما كانتش نجمة عن إصابة تدخل خشن أو حاجة فده دليل أنه هو ممكن خد حمل بدني زايد خلال الفترة اللي فاتت فيعني قد يكون نبص لنص الكوباء المليان بالنسبة لأحمد نبيل كوكا شايف بقية الاختيارات هي يعني فيتوريا رجل آه بيحب التوازن وبيحب كذا بس هو خلينا نقول أنه رجل مش يعني غير متهم في ايه في اختياراته يعني هو تمام ليه وجهة نظر فنية احنا ممكن نختلف معه بعض الأشياء أنا شايف الاختلاف الأبرز بالنسبة لي وحسين الشحاب بصراحة أنا شايف غير الفورمة وغير كل ده حسين عنده الحتة بتاعة اللعيب اللي ما بيخافش من أي خصو هي دي النقطة اللي مهما كان مستوى حسين في الماتش الكبير بيلعب دايما على إمكانياته وعلى شخصيته يقدر يوفر لك حل في المراكز اللي قدام كلها سواء ميناء أو شمال فانا شايف حسين هو الانتقاد الواضح ياسر كان عندنا انتقاد كبير فعلا لأن ما فيش قلب تفاع في مصر دلوقتي بيلعب بالروح دي يعني آه عبد المنعم بياخد الكرة ويحطها في رجله ويطلع بيها ويباصي ويسنت خطه النص وما إلى ذلك لكن لو هترائب مان لو هترائب مان حد ماشي حد في مصر أحسن من ياسر إبراهيم اللي هو مان فعلا بالشكل الكلاسيك اللي يطلع على المهاجم بره اللعب وكل حاجة فشاف انه كان اختيار جيد الحاجة برضو اللي انا شايف فيتوريا مش قادر يحسمها فيه هل هو رجل بيختار بالجاهزية ولا رجل بيختار بالإصابات وما إلى ذلك يعني انت مثلا عدت مدة طويلة بتقول انا اكرم مش مناسب لانه هو رجع من إصابة وما إلى ذلك أو مش جاهز دلوقتي محمد أبو الفتوح اي أخباره محمد أبو الفتوح باله شوية متجمد وبيلعبش وكده تمام انا بتقبل ان كل مدرب يبقى ليه رجال بس مش عايز حد من اللاس الأعضاء في أي حاجة أو من المسؤولين يطلع يجمل سؤولة شيء قل لي ان المدرب ليه رجاله وده أمر فنيا كلنا نعلمه ولكن ما تطلعش اتدفع عن اختيارات المدرب نفسه ممكن هو يدفع عنه يقولها وينفيها انا محبش التبرير هيا دي اللقطة او هيا دي اللقطة نظري نعم تبرير وحش وبيحطك موقف كبان حالي انا لو مدير فني حقول لجماعة أختياراتي جماله مجد واسلامه محمد وعليه وحسين اه وبعد كده شكرا لانه التبرير من وجهة نظري هو انا اللي شايف الفني انا الرجل الفني شايف لأنا اخترت قسامة جلال ما اخترتش ياسد براهي تدلع تحد يقول لك لا بالمستوى في ناس جايبة مستوى آخر كام يوم مش كام شهر آخر كام يوم مفنشين أحلى فينش في الدنيا وبره قايمة خالص وبره اختياراتك وفي ناس بتقول بالالتزام وبعدم الالتزام في موقف أخير ممكن انت خدت العيب وسيلت اتنين لعيبة مع أن التلاتة كان هم اللي عاملين الأزمة فأحيانا بيبقى فيه شوية حاجات يدرقها خالص أنك تقول ايه أنا راجل ليه اختياراتي حاسبوني زي كيروش ما كان بيعمل قبل البطولة اللي فاتت في الوقت ده كان مصر كلها بتتكلم عن اختيارات كيروش وليه مش موجود طريق حمد وليه مش موجود أفشا وليه شريف مهمش في القايمة الراجل عامل كاس أمم محترمة جدا 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 كان عندنا انتقادات على طريقة الأداء كان عندنا انتقادات على ضرورة استمرار الماتش المائة وعشرين دقيقة بس في الآخر مصر ظهرت بوجه جاية جدا ووصلت للفاينال وتخسرت فاينال براكلات الترجيح والرجل طلع قال قادي اختياراتي قادي قوام المنتخب قادي المنتخب اللي تشكل ساعتها محدش يقدر يتكلم عن الاختيارات اللي بالك أنا لقى دور كيروش تحديدا بمحمد عبد منعم وعمر كمال ومجموعة لا يعني بالذات يعني كيروش ومن بعد حتى فيتوريا والله ليه شوية اختيارات يعني طبعا رهان محمود حماد أنا شايف انه يعني فعلا البطولة دي برضو هتوضح قوي الراجل مقتنع بالحد فين هيلعب أساسي كله حمد فتح لي دور كمان خلي بالك برضو بطريقة معينة في تريد فيتوريا في التالت يعني يا زيزو يا أمام عشور يعني لو محمود حماد دا لعب أساسي في حتة فانت هيتقعد دا دا واللي اتنين بالنسبة لي أحسن تمانيتين مزبوط أحسن تمانيتين فمص ومش هتعرف تلعبه ستة يعني لو لعبت محمود حماد يا زيزو أمام عشور تقريبا ما حدش هيدافع او الدفاع هيكو